هذا قد ترأس مدبولي الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناقب 27 حيث تبع جهود الوزرات في التحضير للمؤتمر المقرر عقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخة واستهل مدبولي الاجتماع بتجديد التأكيد على الأهمية القصوى التي تحتلها استضافة الدولة المصرية لمؤتمر كاب 27 مضيفا أنه يتابع أولا بأول على مختلف الأصعيدة للاطمئنان على الاستعدادات الجارية لضمان سيرها وفقا للأطر الزمنية حتى يخرج هذا المؤتمر المحوري بالصورة اللائقة ومشرفة أمام العالم أجمع وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات فنية وموضوعية لمناقشة المسودة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناقية 2050 وبعض المشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئي